شنت طائرة امريكية بدون طيار غارتين على منطقة المناسح رداع بمحافظة البيضاء ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى وقالت مصادر محلية في المنطقة ان نحو 15 شخصا قتلوا في غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار على تجمع لمسلحي القاعدة في ضواحي المناسح التي تعد المعقل الرئيس لتنظيم القاعدة في البيضاء واضافت المصادر ان غارة مماثلة استهدفت موقعا متقدما للقاعدة قرب جبل اسبيل ادت الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم ثلاثة من الاسر الحوثيين